تحية ضيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار في دقيقة داعش ما يزال يطلق دعاياته عبر الإنترنت برغم خسارته على الأرض في مدينة الموصل العراقية مصرف الرافدين يفتح أبابه من جديد في قضاء الحمدانية وفي تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وجود انقسامات حادة داخل نظام الملالي في إيران يدفعها نحو الهوية أيضا سنتابع نشاطات ثقافية لتوعية أطفال ليبيا بحقوقهم وتطوير مهاراتهم العلمية أما في أخبارنا الصحية وبخلاف المعتاد دراسة علمية تؤكد ساعات العمل يجب أن لا تتجاوز الثلاث ساعات والاهتمام بصحة الفم والأسنان يجب أن يبدأ من عمر السنتين بإشراف الوالدين لتلاف مشاكل اللثة والأسنان عند الكبر دائما كونوا معنا دائما كونوا معنا